نيجي نتكلم عن علاج النقرس خلونا نقول بشكل مستمر ان النقرس ده عبارة عن ايه بعد كده نتكلم عن العلاج عشان يبقى يكون عندنا رؤية واضحة لهذا العلاج ونفهم الكصة بتاعته بشكل بسيط بعيد عن اي تعقيدات اللي ممكن تلاقيها في اي فيديو تاني والناس اللي بتشاهد الفيديو بتاعنا الفيديوهات بتاعتنا عرفة كويس او ان احنا بندى الزبت زي ما بيقولوا بندى الحاجات اللي بالفعل تقدر تستفيد منها بشكل سريع اول حاجة ما نيجي نتكلم عن سبب النقرس ما نيجي نتكلم عن النقرس نتكلم عن اليوريك اسد ما نتكلم عن النقرس نقدر نقود ان في زيادة في اليوريك اسد في الدم وאן يتخراج اليوريك اسد مع البول بيؤدي الى ترسيب اليوريك اسد في المفاصل والكلة وبالتالي حدوث حصوات والتهاب وقلم وده المحصلة لو انا نلخصه بشكل سريع نقول لين زيادة تكون اليوريك اسد في الدم وقلة اخراج اليوريك اسد مع البول بيؤدي الى ترسيب اليوريك اسد في الكيلة والمفاصل وبالتالي بيؤدي الى التهابات وحصوات والمشاكل السوداء والالام اللي بتحصل للبيشنت اللي بيجال لنا العيادة فحص بتاعنا بيبين ان اليوريك اسد بيكون اكبر من سبع ده بالنسبة للتشخيص يبعرفنا السبب طب يا دكتور العلاج بتاعنا ايه لو جينا تكلمنا عن العلاج هنتكلم عن ثلاث حاجات اساسية احنا قلنا في البداية زيادة تكون اليوريك اسد في الدم فلازم ندي حاجة تقلل من زيادة افراز اليوريك اسد في الدم زيادة اخراج اليوريك اسد بيؤدي الى الترسيب اليوريك اسد في المفاصل والكيلة يبقى لازم ندي حاجة تمنع ترسيب اليوريك اسد في المفاصل والكيلة قلنا كنتيجة لترسيب اليوريك اسد في المفاصل والكيلة وزيادة تكون اليوريك اسد في الدم بيؤدي الى التهابات وحصوات يبقى لازم ندي حاجة مضادة للالتهابات ومضادة للألام او بين ريليفنج يلا يا جماعة بقى دلوقتي بشكل مباشر نخش على رشدة علاج النقرص ما نيجي نتكلم عن رشدة علاج النقرص هنتكلم ان احنا قلنا فيه 3 مشاكل عندنا فيه 3 اشياء موجودين عندنا مسببين لنا النقرص فلازم نشتغل عليه اول حاجة عايزين نعمل على تقليل تكوين اليوريك اسد وده هناخده من خلال زيوريك تابلت وده قرص مرتين يوميا يبقى من خلال القرص اللي هناخده مرتين يوميا هنعمل على تقليل تكوين اليوريك اسد وده اول حاجة بتتكتب معانا في رشدة تاني حاجة كتبناها في رشدة بتاعتنا كتبنا فوار اسم اليوريك اسد الفوار ده بناخده 3 مرات يوميا ده بيشتغل على منع ترسيب اليوريك اسد ومنع تكوين الحصوات يبقى احنا اول حاجة كتبنا حاجة علشان تقلل من تكوين اليوريك اسد اللي هو زيوريك تابلت وتاني حاجة كتبنا فوار بيتاخد 3 مرات يوميا علشان نعمل على منع ترسيب اليوريك اسد ومنع تكوين الحصوات تالت حاجة بقى نخش بيها في رشدة بتاعتنا اللي هو الكاتافلام الكاتافلام ده بيعمل لنا ايه مش احنا قلنا كنتيجة ترسيب اليوريك اسد في الكلا والمفاصل بتاعتنا بتؤدي الى وجود الالام وتؤدي الى وجود الالتهابات فمحتاجين حاجة تبقى للألم بتاعنا يبقى محتاجين نكتب مسكن ومضاد للالتهابات اللي هو موجود في الكاتافلام تابلت 50 ده قرص بناخد منه مرتين يوميا بعد الاكل يلا بقى كده نراجع مع بعض الرشدة بشكل سريع قلنا بناخد حاجة بتعمل لنا على تقليل تكوين اليوريك اسد زي زي اليوريك تابلت وبناخد حاجة بتعمل على منع ترسيب اليوريك اسد زي اليوريسولفين وبناخد حاجة تبقى مسكن ومضاد للالتهابات زي الكاتافلام وبكده الرشدة بتاعتنا تكون خلصت يبقى احنا كده النهاردة تكلمنا على الاسباب والتشخيص والعلاج والرشدة الطبية اللي بتتكتب في الايادة شكرا ليكم كان معاكم الدكتور احمد عطية دهشان رئيس الجمعية الطبية